نرجع بقى مرة تانية لكرة طايرة ونقف تحديداً عند تهنئة الكابتن محمود الخطيب للفريق اللي الحقيقة يعبر من خلالها عن تقديره الكامل لكل جهود كبيرة اللي بيزلها هذا الفريق وجهازه الفني أشار كابتن محمود الخطيب بالأداء المتميز وبالروح العالية لكل اللعيبة والانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات طليق بيئة نادي الأهلي وجماهيره الكبيرة أشار كمان كابتن محمود الخطيب لأن الفوس بكأس السوفر يأتي كخطوة في مشوار حافل بالتحديات ويحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء قوي خاصة وأن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع جدد كمان كابتن محمود الخطيب تأكيده على الدعم الكامل لكل اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الإداري وجهاز الطبي ولكل الفرق الرياضية من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقرية طيب أنا عايزة أرجع تاني شوية لفنيات المباراة لأن مباراة كان الناس بتكلمك أنه النادي الأهلي في كذا نقطة كده مهمة جدا أن أنت توقف عندها ومهمة كمان أن أنت كريم تفرح بيها خليلا نقولها كده لأن الروح اللي كانت غايبة شوية فكرة برضو أن أنا مش عارف أنا لما أرجع بقى تاني ليه الدوري عندي وأعود مرة تانية ليه التنافس وأعود مرة تانية ليه أكبر بطولة محلية كل الجماهير بتحبها أنا حيبا وضع يعمل إزاي ناس كانت مقلقة بشكل كبير خليها نقول برضو لكن مباراة الكامستري اللي كانت موجودة أسعادتنا بشكل كبير جدا عاصة عيدة تاني بقى أنا بلن لحضراتكم ردود الأفعال أو التحليلات اللي كانت موجودة يعني بعض الآخر يقول لك لأه طب ما ده عادي جدا أنه هو يظهر للنادي الأهلي علشان أنت بتلاعب برضو بلدية المحلة وفارق كبير جدا بينك وبين المستوى الفني مع بلدية المحلة أنا مش عارفة الحقيقة يعني النوع ده من التعليقات أنا ما ببقاش فهم القصد من وراء لكن في الأول وفي الآخر أنت النادي الأهلي أنت نادي X نادي Y أنت كان عندك مباراة ديت فيها بشكل جيد جدا شفنا الطبيعي بتاع النادي الأهلي سوى بقى مع بلدية المحلة أو غيره لكن إحنا انبسطنا بالمباراة لأن إحنا كنا عايزين نخرج بحاجتين لو حضراتكم فاكرين قلنا عايزين نخرج بفنيات جيدة جدا ونشوف مستوى اللعيبة في المستوى اللي إحنا نعرفه بقى كل الإصابات مع كل التحديات مع كل التعب اللي كان عندهم مفيش أي مشكلة وعلى الصعيدة الثانية أنا كنت عايزة يشوف كمان السكور اللي أنا عايزة والاتنين اتحققوا بصي دايما لا يخرج